الخبر الأول اللي عندنا عن تهجوم المتابعين على نور مار بسبب تنزيل لهذا البوست اللي كان تيك توك ويا بناية جديدة وكان كاتب بالبوست انه بكرا المفاجأ على اليوتيوب الساعة بالأربعة وهو يمن الكومنتات صارت تيجي تهجوم يقولون ان شاء الله ما تكون هذه هي المفاجأة وانضمامها للفريق وليقولون لها تليش مدى الصور يا يارا صار لك فترة طويلة وليقولون لها انه انت صاير بايخ طبعا بالنسبة لهذه البت حتكون هي المفاجأة او لا اكتبوا لنا توقاعتكم بالكومنتات اما بالنسبة الاشخاص اللي قالوا لان تليش مدى الصور ويا يارا فيارا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري لقدامكم واللي تقول به انه هي حاليا المريضة وشاكة بموضوع هذا هي بها كارونا او لا ما تعرف بالضبط وهذا واحد من الاسباب اللي ما يخليها تقدر تصور سوى ويا نور مار او ويا الفريق لا حتى تسوي فحص مع الكارونا وتتأكد اذا هي فعلا بها كارونا او لا متوقع الاشخاص اللي تهجموا على النور مار ما يعرفون انه يارا اساسا مريضة ما تقرر تصور رح تقولوا مستوري شوفوه او انا مريضة شوي لا عندي لا ظروف ولا شي انا عندي يعني مريضة شوي وما انا متأكدة اذا هي كارونا ولا قريب عادي فبس حبيت لكم هالشي ان شاء الله وعفات يا رب لا تنسوني يا حبايب تدعو لها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ونزول اغنيتها الجديدة اللي هي بعنوان آني لأشيك تيك اللي حاب انه يسمعها حيروح على حساب بيسان بالانستقرام فهي نزلت الاغنية بالكامل وهي الفيديو كليب ولكن بالنسبة للاشخاص اللي معدوا من استقرام فاللي حابين انه يسمعوها موجودة بقناتي الثانية روحوا بسرعة اسمعوها للي ممكن تنظر بكوبي رايت بلحظة وتنحدف الاغنية يعني اما بالنسبة الاشخاص اللي راح يسئلون ليش بيسان منزلتها على قناتها بالاغنية من حقوق خيدر قيتارة فهم اللي سربوا والاغنية فبيسان نزلت على حسابها بالانستقرام وما تقرر تنزلها باليوتيوب لانه تنحدث الخبر الثالث اللي عدنا عن رغدة وعيد ميلادها فنبارح كان هو يوم عيد ميلاد رغدة فالف مبروك وان شاء الله مليون سنة يا رب ولو تنسون يا حبايب تعيدوها بالكومنتات طبعا بالنسبة الرغدة فهي نزلت على حسابها بالانستقرام شوية ستوريات من الحفلة اللي سوتها راح وطولكم اياها شوفوها الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني ونور مار وتحميسهم للمتابعين للمفاجآت اللي مجهزيها اليوم فكل واحد نزل على حسابها بالانستقرام ستوري حميس بي المتابعين على المفاجآة راح وطولكم اياه شوفوه بالبداية راح وطولكم ستوري مال جواني شوفوه بعدين حطولكم ستوري مال نور مار صباح الخير حبايب كيفكم شاكبركم انا صباح انا مساء جاهزين اليوم من الحماس يا جماعة ايحدو بقعت لي الرسالة رجع بقعت لي اياه لانو حزفت رسائلكم شنو حزفت رسالنا يا جماعة فيك ديليت تيكي عند الرسائل غير مخلوقة بس ديليت منحصفوا كله صباح الخير يا جماعة اخر يومين ما كنت فوضي ابدا مكنت كتير مشغول وعب يشتغل ليل النهار فمشان هيك ما كنت احسا ينام فالبرحة جيت ساعة ساعة الليل ونمت وهلا فوقت الصبح شامن تركن فيديو راح ينزل اليوم الساعة 4 وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع يجاوكم لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوه بالقناة شانيكم فيدي زي ما قالت مملكة الخصص وبس مع السلامة